اشتركوا في القناة 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 الأوزان كبيرة الكتلة الجسمية فوق 40 أو حد الكتلة معامل كتلة الدهن عند 35 بس عنده ضغط وعنده سكر وعنده شخير أثناء النوم وعنده كرش وعنده كبت دهني الإنزيمات مرتفعة مش عارف يحل مشكلته بدءا من سن 13 سنة ممكن يتعامل لحد سن 75 سنة بس عادة الجراحات اللي تمت لها أولئك الناس اللي تمت للتخلص من هذه السمنة ما بين 13 و 65 سنة ومعظم الناس اللي عندهم سمنة عندهم ضغط وعندهم سكر فعندهم رزق عالي جدا أثناء عمل الجراحة لكن لأن الجراحة تقنية حديثة مفيش بقى فتحات مفيش جروح مفيش لا الإنسان الآلي أنا كنت أتمنى أن مصر هي اللي تكون بتنتج هذا الإنسان الآلي ويكون عندنا العلماء اللي عملوا ما يبقاش إحنا معتمدين على تكنولوجيا غربية فخورين بها طبعا إحنا مبهورين بهذه التكنولوجيا هي إبهار لما نيجي نشوف العمل فتحات دقيقة جدا ومعدة بتتقص بشكل غير طبيعي عالم إبهار غير عملية مفتوحة أو غير حتى المناظير إحنا لما حصل يقولك بنستقص المرارة بالمنزار ده طفرة يعني يقولك ده نشرتها بالمنزار فيه ناس حتى سميتوا الليزر صحيح لكن لما يجي تفرج على الروبوت بقى فتحات بالملي ده حنقول بقى ده يعني التعامل مع العلم الآخر يعني ده وضع طبعا في إبهار كان نفسي مصر يكون إحنا اللي بنعمل هذا الكلام كان نفسي يعني أطبقنا يتدربوا يسافروا يعملوا هذا الكلام ويرجعوا لنا بدلا ما إحنا فيه خبراء هما اللي موجودين طبعا الرالف اللي بيكلموا عليه ده هو أفضل الأسامي العالمية والجراحات دي في العالم بقى لها أكتر من 15 سنة أول عملية زرع كبد تمت في وسطن أونتاريو لندن أونتاريو كندا سنة 99 تمت بالكامل من خلال فتحات دقيقة جدا يعني استقصال فص كبد ده يعني شكل البطن مختلف ده تجدي فتحة غير طبيعية واللحمات استقصال البرستاطا الناس اللي عندها سرطان برستاطا يعني الله يعافي الجميع لما بيستقصلوا هذه العملية بيضيع العصب بتاع الزكورة فما بيبقاش فيه قدرة إنجابية باستخدام الروبط بيحافظ على كل هذه الأشياء وبيشيل بالسانتي بالملي بالشعيرات يعني فالروبط حل شيء محكم جدا وفيه دقة عالية جدا وأعتقد إن مستقبل الجراحات للعالم كله هيبقى الرابط هيبقى النانو تكنولوجي يعني إحنا كويس إن إحنا عايشين وأتمنى إن إحنا نشوف التطور الفضيع اللي إحنا بتشوفه دكتور معا كل دي أسليب عشان إحنا نتخلص من السمن أنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي تمام إيه النظام الغذائي المفروض نتابعه وحقول إن نظام جنرال أكتر أو ممكن يعني يطبق على معظم الناس هو فيه قواعد ناخد بلنا منها نمرة واحد ناكل لأن أسرع وسيلة للسمنة هي إن إحنا ما نقول شيء الوجبة الوحدة يعني أكتر وزن بتيجي تقعد قدامي تقول لي إيه أنا الغاية لقتي شايفة الساعة كام؟ أنا الغاية لقتي لسه مكلتش ما بقولش غير وجبة واحدة الوجبة الوحدة بتتخن والوجبتين بيتخنوا على الأقل ثلاث واجبات ما فيش حاجة اسمها ما نقولش اللي بيقعد يأزأز بين الوجبات ما تقولش واجبات بس بتجوع فتبدل تاخد سناك سناك تب يبوز الحر ويساعد على ذات الوزن لما ما نشربش مياك في الجسم ما قدرش يحرق ما يقومش بوظيفه لازم نلعب رياضة نعمل أي نوع من أنواع الرياضة عشان يساعد في الحر الحاجة الخامسة ودي أهمهم اللي بيتخنى نوع الأكل مش الكمية يعني ممكن أعود طول اليوم ما كلش بس آخر اليوم ياخد حاجة بانية حاجة مقلية حاجة حلوة أدخن فاللي بيتخنى النوع طبعا النوع ده بيختلف من شخص لتاني يعني الناس اللي حرقهم بيه سريع غير الناس اللي حرقهم بطيء عشان كده ده اللي بيبقى مهمة الدكتور اللي بيتتبع معايا نظام الأكل يعني مثلا الناس اللي حرقهم بطيء لأ إن هم عندهم نسبة الكالسيم زيادة فلما بياخدوا قلبان وجبن زيادة الحرق بيبطأ فبالتالي يزيدوا في الوزن فعشان كده دي بتبقى مهمة الدكتور اللي هم بيتتبعوا معايا حدد إيه الأكل اللي بيتخن والأكل اللي ما بيتخن ينفع وهو بجانب بقى وسائل مساعدة مثلا من ضمنها الرياضة من ضمنها مثلا عمليات جراحية لو الوزن زيادة من ضمنها وسائل المساعدة تعمل فدي بتدي بوش فتساعد الشخص على أنه يخص بس النظام الغذائي ما يقلش عنه لازم فطار بعدي بثلاث ساعات مثلا لو أنا في الشغل وبعض ساعات طويلة هاخد واحد فاكهة وواحد زبادي من ضمنها الدسم بعد كده هتغدى رجعت البيت هاخد بعد الغداء حاسيت إن أنا جاعينا بثلاث ساعات هاخد طبق صلطة عليه جبنة من ضمنها الدسم أو طبق صلطة بس من غير جبن أو سمرتين فاكهة واجبة العشاء عشان دايما الحرق بيقل بعد الساعة تسعة فكان زمان يقوله اتعشى وتمشى نخلي واجبة العشاء دي أهم حاجة تبقى حاجة خفيفة يعني نبعد عن الدهون والكاربوهايدريت لا لازم ناخد كاربوهايدريت يعني دي اللي بتبقى طاقة بكميات أقل في ناس البروتين تجوحهم اللي هو اللحمة والفراجوسون ما يخليش جسمهم يحرقوا فدي طبيعة جسم إنما ده في ناس ما بتخسش غير على النشويات ويجيز اوكي كويس بس دي بتبقى مهمة النظام بتخش في نظام الاكل احنا نفسي بصراحة اسمع لسه معلومات أكتر من كتب كتير بس للأسف قالولي اختمي دكتور مهر عدميسة خصائية تغزيل علاجية وعضو جمعالي أمريكية العزائي جسمنا برسي جدا نهارك يا دكتور دكتور محمد منيسي استشاري جهاز الهضمي والمناظير بكلية الأسر العيني بشكر حراك جدا يا دكتور شكرا شكرا شدينا خليكوا لسه معانا ومعانا فقارات كتير في نهارك سعيد